وحدة كويكلي اختر post announcement نشر اعلان ثم اكتب عنوان الاعلان في خانة announcement subject وبإمكانك استخدام محرر النص لتنسيق نص الاعلان الآن اكتب نص الاعلان في مربع النص announcement message واذا رغبت ان يرسل نسخة من هذا الاعلان الى البريد الالكتروني الخاص بالطلاب حدد email announcement قم بعد ذلك بتحديد المقررات او الشعب التي ترغب ارسال هذا الاعلان اليها من قائمة select courses واخيرا اضغط على submit بانهائك الخطوات السابقة سيتم نشر هذا الاعلان في جميع المقررات او الشعب التي حددتها ضمن صفحة الاعلانات من مميزات وحدة كويكلي الاخرى ارسال بريد الكتروني email الى جميع الطلاب في عدة مقررات دفعة واحدة بحيث تصل هذه الرسالة الى البريد الكتروني الجامعي الخاص بالطلاب المسجل في البلاكبورد وذلك من خلال الضغط على send email حدد الآن send this email to myself اذا رغبت في استلام نسخة من الايميل الذي سترسله للطلاب على بريدك الكتروني الرسمي في خانة email subject اكتب عنوان الرسالة وفي مربع نص email message اكتب نص الرسالة التي سترسلها للطلاب كما انه يمكنك ارفاق ملف مع الرسالة من خلال الضغط على ايقونة كمبيوتر ثم الضغط على زر تصفح ومن ثم اختيار الملف المراد ارفاقه والضغط على open ثم بعد ذلك حدد المقررات او الشعب التي ترغب ان ترسل هذه الرسالة الى طلابها واخيرا اضغط على submit سيتم الان ارسال هذه الرسالة والايميل الى جميع الطلاب المقررات او الشعب التي حددتها الميزة الاخيرة في وحدة كويكلي هي needs grading يحتاج تقدير عند الضغط على هذا الخيار تظهر لك قائمة بالمقررات التي تحتوي انشطة مقيمة مثل الواجبات او الانشطة التي تحتاج الى تقييم او تصحيح وضع الدرجات للطلاب اضغط الان على عنوان المقرر لتظهر لك صفحة يحتاج تقدير والتي تحتوي قائمة بجميع الانشطة المقيمة التي تحتاج منك الى تقييمها شكرا لمتابعتكم